اشتركوا في القناة في ظل قيادة جلالة الملك المفدى ودعم جلالته الكبير ورعايته الكريمة للسلطة التشرعية منذ انطلاق المسيرة الإصلاحية التنموية الشاملة والمستدامة والتي شكلت نقلة نوعية في المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين من خلال تبنيها المبادئ التي تعزز دولة القانون والمؤسسات التي بنيت على أسس دستورية عصرية وحضارية وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب في البرقية بأن التعديلات الدستورية المنبثقة عن ميثاق العمل الوطني دشنت عهدا جديدا من الإصلاح السياسي والديمقراطي في إطار الملكية الدستورية العصرية وسيادة القانون على أسس من العدالة والشفافية داعية المولى عز وجل أن ينعم على جلالة الملك المفدى بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهارة هذا وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس نواب ردا على برقية معاليها المهنئة بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني وأشهد جلالة الملك المفدى في برقيته بنجاح مملكة البحرين في تحقيق إنجازات نوعية متميزة في المجال البرلماني في إطار قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية وممارسة دورها البناء من أجل خدمة الوطن كما أعرب جلالته عن تقديره لأداء مجلس نواب والذي يسهم بالتعاون مع الحكومة الموقرة في دعم المسيرة التنموية الرائدة منويها إلى أن مملكة البحرين ماضية في تعزيز نهجها الحضاري القائم على الوسطية والاعتدال والانفتاح واحترام كل الأديان والثقافات